قصف الجيش السوري أماكنة مركز الجيش الحر في حي القابون القريب من العاصمة دمشق فالأحياء الجنوبية والشرقية والشمالية يعتبرها الجيش السوري البوابة الخلفية لمقاتلي الجيش الحر الساعين لاقتحام العاصمة السورية منذ أشهر هذا القصف تزامن مع اشتباكات بين مقاتلي الجيش الحر والقوات الحكومية عند أطراف القابون وفي ريف حمص انتشر قناصة تابعين لما يعرف بكتيبة شيخ المجاهدين عمر المختار في منطقة الحولة حيث حاصر القناصة المستشفى الوطني في البلدة بعد ورود أنباء عن تلقي جنود تابعين للجيش السوري العلاج هناك ما حذا بالجيش السوري نشر جنوده وقواته في محيط المستشفى وفي ريف حلب أعلن الجيش الحر عن بدء عملية تحرير الأحياء الغربية في المدينة مدعوما بكتائب وأفراد وصلوا المدينة لتقديم الإسناد للمقاتلين هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر